وقع سعادة السيد ياسر بن ابراهيم محمدان وزير شؤون الكهرباء والماء والشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لاستثمار العقاري إدامة في إطار عمل في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشتى أنواعها ويشمل إطار العمل الموقع بين الطرفين تقديم وزارة شؤون الكهرباء والماء الدعم الفني والمشورة لشركة إدامة حول تطبيقات دمج حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنشآت والمباني التابعة للشركة وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم محمدان وزير شؤون الكهرباء والماء أن إطار العمل يأتي ضمن مساعي وزارة شؤون الكهرباء والماء لتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة لمملكة البحرين كما أنه يعكس رغبة شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة في الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وذلك ضمن الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الاستدامة في مصادر الطاقة من جانبه أعرب الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة إدامة عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء وجميع منتسبية الوزارة على جهودهم في مواصلة تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر